اطلقت صواريخ من شمال العراق باتجاه قاعدة لتحالف الدولي في سوريا حسب ما اعلنت قوات الامن العراقية التي اعثرت على المنصة المستخدمة في تنفيذ عملية الاطلاق ويعد هذا اول هجوم كبير ضد قوات التحالف الذي تقوده واشنطن بعد اسابيع عدة من الهدوء وقالت قوات الامن العراقية في بيان انها باشرت عملية بحث وتفتيش واسعة عن المنفذين مساء الاحد في محافظة نينوى شمالي العراق على الحدود مع سوريا ويأتي اطلاق الصواريخ وسط اجوان اقليمية شديدة التوتر تغذيها الحرب في غزة والتوترات في المنطقة